اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو متحصل على دكتوراه من فرنسا ومن الجزائر وله العديد من البحوث ولعل ما يمتاز به وهو زميلي وصديقي تلك اراؤه الجديدة الجريئة التي تريد ان تعيد الطرح للافكار التاريخية وللمعالجة التاريخية من منظار متجدد اذا نستمع اليه في محاضرته التي عنوانها الجزائريون في الحرب العالمية الاولى فليتفضل مشكورا شكرا سيد الرئيس الدكتور نصر الدين السعداني الزملاء والاصدقاء اهلا وسهلا بالحقيقة انو موضوع الدراسة حول الجزائريين في الحرب العالمية الاولى والمفروض انو نتحدث عن الجزائريين بدون التعريف لانو استمعنا منذ الصباح والامس انو المسلمين الذين انخرطوا في هذه الحرب كانوا تقريب بدون تعريف حقيقي كما انهم زجوا في هذه الحرب بدون بيدركون مغزى او الفائدة التي ممكن ان تجنى من هذه الحرب ولهذا المسلمون في الحرب العالمية هكذا هو عنوان كتاب الذي سا استشهد بفقرات منه لابداء او تعريف الموقف بعض الجزائريين من هذه الحرب ففيه عسكري جزائري انخرط في الحرب على اساس انو ضابط ملازم اول وفي 1915 تبين له انه هناك حيف وظلم ضمن المؤسسة العسكرية الفرنسية ففر من الجيش من مواقع الاولى وغدرها الى اسطنبول هذه حالة وبتالي انا الان عنواني مأخود من هالكتاب وهو الجزائريون في الحرب العالمي الاولى بطبيع الحال حنا نعرف ان الحرب العالمي الاولى لم تكن بهذه التسمية ما تسمية هي الحرب الكبرى ولهذا ننتبه للحقب الزمنية كيف اذا لم نكون على درجة كبيرة من الوعي كيف تتدخل الحقب ربما نحاكم حقب زمنية بمنظورنا الحالي ولهذا مهم جدا العنوان الذي ضبط على هذا المتقا وهو المقاربات عربية حنا قرأنا كثير من المقاربات ألمانية بريطانية أمريكية وبالتالي ننتبه الى مسألة المقاربات والطريقة التي نتعاون بها معاني حرب أولا هذه بالنسبة لكيف أبرى العنوان الكتاب بطبيع الحال عنوان الفقرة التي تتحدث لها عن هذا الضابط وهو الحاج عبدالله وهو الاسم الحقيقة هو حاج عبدالله بوكابويا ف أصدر هذا الكتاب على أساس أنه بيان تنديدي بما كانت عليه المؤسسة العسكرية يعني الكتاب هو كتاب صغير حوالي 56 صبحة كما يعبر بالفرنسية بمعنى يندد بالمؤسسة العسكرية الفرنسية هناك أيضا كتاب أخر تحت عنوان مذكرات أسير في الجيش الألماني وهو مناقض تماما لطرح أو وجهة نظر الحاج عبدالله ففي هذا الكتاب مذكرات أيضا في نفس الموضوع بمعنى أنه يبدي الولاء للجيش الفرنسي يبدي الولاء للجيش الفرنسي ثم هناك نقطة أخرى ثالثة هي أنه من خلال الأرشيف الفرنسي يتبين أنه هذه الحرب من 1914 إلى 1918 أن ما كتب عن هذه الحرب ومسجل عنها جاء فيما بعد يعني من بداية 1919 إلى الآشرينيات ثم بعد الثلاثينيات من القرن العشرين بمعنى أنه الذين كاتبوا من الفرنسيين حول هذه الحرب جاءوا بعد الحرب العالمية وبتالي كتاباتهم اتثبت بالتقييم الإيجابي للمسلمين الذين شاركوا في هذه الحرب بمعنى خاصة جزائريين توانسة ومغاربة وأفارقة أيضا لأن الفضاء الذي كان موجود في ذلك هو باريس بمعنى كانت تزخر بالقوميات والإثنيات ولهذا أستاذ سيداني عندما يتحدث مثلا عن إيجابية الحرب وبهذا المعنى وهو فرصة فضاء للقاء هذه القوميات أو الجنسيات إذن فالذين سجلوا حول هذه الحرب سجلوا وقيموا بالشكل إيجابي دور المسلمين لأن كلمة مسلمين في ذلك الوقت ستقصد العرب نقصد بها العرب والمغاربة ليس بمعنى مثلا تحديد ديني وإنما تحديد أيضا قومي أو إثني المسلمون هم الذين يسكنون شمال في ذلك الوقت كان المصطلح المتدول في الخطاب والحوليات الفرنسية هو المسلمون أو الزنديجان بمنع الأهالي إذن فهم الآن في مركز غير محدد هؤلاء الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى مركزهم الاجتماع والقانون غير محدد كما ينبغي جرى تحديده فيما بعد وبتالف الحرب هي في حددها فرصة لكي نعدل من مركز الاجتماعي الستاتي الولندسيان المسلمون الآن هذا بالنسبة للكتابات أو الأرشير الفرنسي الذي سجل مجرايات الحرب من 1914 إلى 1918 سجلها على أساس أنه كانت في طرع مهمة جدا في حياة هؤلاء الأهالي أنهم صاروا بينين بمعنى لأول مرة أن فرنسا بسبب هذه الحرب أصبحت هناك طرف المسلم الذي يسكن المغرب العربي أو شمال إفريقيا يمكن مشاهدته كيف لما ربما الأستاذ في الحصة في الجلسة السابقة تحدث عن بعض نقول حقوق أو مستلزلمات التي يجب أن توفر للإنسان الذي يموت في ساحات الوغا في الجماهات القتال وبالبدا أن نراعي شروط ومقتضاية الموت كذلك مثلا صار مرئي يمكن مشاهدته من خلال أداء للصلاة من خلال طلبه على الأقل احترام الشريع الإسلامية إذن كل هذه المقتضاية الجديدة صارت بالنسبة لفرنسا شيئا مرئيا بمعنى أنها يوجد ضمن المؤسسة العسكرية عنصر له مقتضايته وشروطه الخاصة هذا كل ما وقع بالنسبة لهذا نقول مثلا بهذا المعنى نقول ما يسمى التقييم الإيجابي لجيش المسلم في المؤسسة العسكرية الفرنسية الآن الآن أرجع فقط إلى بعض المقاربات التي نتعامل بها مع هذه الحرب أولا أولا في صباح كثير من المعلومات التي تتعلق بالمغرب العربي في هذه الحرب ذكروها الإخوة المحاضرين وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك داعي لك نكرر نفس المعلومات يعني أقول أنه فيه مسألة مهمة جدا وهي أننا نعتمد على نفس الأرشيف ولهذا تتكرر المعلومات مثلا الصور والفقرات والشخصيات التي عرفت في فترة الحرب تتكرر في الأرشيف الفرنسي ولهذا نحن الآن بصدد إشكال على مستوى البحث العلمي والتاريخي وهو إلى أي متى نستطيع مثلا أن نقدم مجهة أو مقاربة عربية بسرعة أو مغاربية جزائرين الحقيقة أنه في الجزائر كما أرى وقت تصور أنه فيه هضم وحيف كبير عانى منه تاريخ الجزائر طوال فترة الحرب العالمية الأولى إلى الطورة الجزائرية على 654 لأن المجهود الحرب الجزائري تبين في نهاية المطاف والتحليل أنه اندرجة بمعنى ضمن المصار الفرنسي وليس ضمن المطاف الجزائريين يعني الجهد الذي قدم من قبل الجزائري في هذه الحرب هو إضافة إلى المجد والتاريخ الفرنسي وليس الجزائري ولهذا ما يسمى تقييم إيجابي للحرب وهو بعد الحرب مباشرة ظهر وعي جديد وهو الوعي الوطني الحركات الوطنية وخاصة في الجزائر الحركة الوطنية الجزائري مثلا تأسيس نجم شمال الفريقية بهذه المعنى أنه كان إيجابي بدأ خط جديد اللي هو خط جزائري في هذا التاريخ بدأ التاريخ الجزائري الحديث من هذه اللحظة بعد الحرب العالمية الأولى ولهذا أنا على رأيي أنه دائما في مسألة المقاربات نقف عند ما قبل الحرب نحن في الجزائر مثلا مهم جدا أنه مشدد هذه النقطة وهي أنه فيه ما يسمى تعدد الأراء والمواقف اللحظة الفارقة في حياة الجزائري خاصة مثلا الفصل بين تاريخ التقليدي الجزائري والحياة التقليدي الجزائري والحياة المعاصرة والحياة الحديثة بالنسبة الجزائري هو صدور مرسوم 3 فبري 1912 المتعلق بالتجنيد الإجباري للجزائري والمسلمين هذه لحظة لحظة فارقة في حياة الجزائري لماذا؟ لأن فرنسا في ذلك الوقت قبل هذا التاريخ قبل 1912 كانت تجند الجزائري على أساس ما يسمى لنجاجمو يعني وكأنه عنصر يقدم له مبلغ مالي يؤدي الحرب ثم ينطرف لكن النقاش الذي أثير حول مرسوم 1912 استغل الشبان الجزائريون وتعرفون بالنسبة التاريخ المعصر أنه ظاهرة الشبان موجودة في كل العالم العربي تقريب الشبان الأتراك الشبان المصريين التواني السيد والجزائري لهم ضور قوي جدا يعني سبب غيابهم على الساحة العربية أنهم كانوا يكتبون باللغة الفرنسية ويتدولون للغة الفرنسية على أساس أنها لغة تلقائية يفهمون ما يفهم الفرنسي وبالتالي خطامهم كان سهل إلى الإدارة الفرنسية سوى مثلا في الجزائر أو في الميتروبول أو باريز أو ما كانوا يطلق عليه في ذلك الوقت في الإدارة العليا النقاش الذي أثار أوثير حول هذا الموضوع بالنسبة للبحث التاريخي مهم جدا وهو أن فعلا مجموعة من الشبان الذين تخرجوا على المدرسة الفرنسية المدرسة اللايكية فيه من تخرج أيضا من يعني مر على مؤسسة عسكرية التي هي معروفة في فرنسا سنسير منهم هذا الحاج عبد الله الذي كان عسكري محترف فالنقاش الذي أثير في هذه اللحظة 1912 كان بالنسبة للشبان الجزائريين لحظة لإمكانية الاستفادة من الحرب من منطلق أن الإنخراط في الحرب وأداء الحرب في جبهة القتال الفرنسية لابد أن نحصل على مقابل المقابل هذا هو تحسين الشروط الإنسان الجزائري بمجموعة من الحقوق والحريات والواجبات فأداء الضور هذا هو يعتبر مخرج أو مسلك جديد لإمكانية تعديل الوضع القانوني والشرق الاجتماعي للأهالي الجزائريين هذا بالنسبة على مناقشة النخبة بالنسبة فيه أي قانون فيه ردود الأفعال بمعنى فيه من يرفض وفيه من يقبل العوامل الجزائريين خاصة على مستوى الأرياف بمعنى بدروا الى رفض قرار او مرسوم 1912 على اساس انه فيه وعي الوعي تقليدي انه وعي خارج اطار الدولة لاننا في الجزائر نتكلم عن الجزائر بعد 80 سنة من الاستقلال من الاحتلال تقليدي انه يجب ان اعتبار هذا الفترة الزبانية وهو انه ليست المسألة جديدة على الجزائرين وانما الاحتكاك والادارة الفرنسية تعامل امها بعض الجزائرين انهم خاصة على موسى والحوادر والمدن اذا فهؤلاء الشبان هم بطبيعتهم مدني بمعنى هناك عي وعيس مدني وبالتالي قالوا انه فيه امكانية اننا ننخرط كالجزائريين في هذه الحرب وانه حصل كما يحصل فرنسيون على الامتزات التي ممكن نجنيها من هذه الحرب لحظة 1912 مهمة جدا على اساس انه كما ربما الاستاذ الارناوت اشار الى انه ممكن نخذ المنطلق بدسم الحرب العالمي الاولى ازمات البلقان في مقابل هذه الازمات هناك ازمات المتوسط باعتبار انه هناك احتدام بين فرنسا والمانيا في هذه المنطقة ادى الى فعلا ما يسمى الاستدعاء الى ضرورة ملء الثكنات العسكرية المرسوم في حدته هو ينطلق من نظام الاستدعاء وليس عن طريق الابال اللي هو انه كل انسان جزالي بلغ من العمر 18 سنة فعليه واجب الاداء الخدمة العسكرية بالاضافة الى نظام اللي هو ممكن نستدعي نستدعي فقط وانا ما ممكن نعمل نداء الى بعض الجزالين الذين يريدون انخرطوا ويأخذون مقابل اذا هذا هو الاشكال بالنسبة لموضوع التجنيد اقول فقط انه في لحظة نظر يعني تصعيد في المنطقة المتوسطية بهذا السبب وهو انه حرب او التحرش الالماني على المنطقة والرفض الفرنسي ادى الى انه يجب انه نهيئ الجيش الكافي لكي نخوض ربما الحرب التي ترسم في الافق وكانت الجزائر هي المخزن او الوعاء الذي ممكن استمد منه ما يلاحظ في هذه اللحظة انه لماذا وصلنا الى الف وتسعمية وطناش وهو المرسوم المتعلق بالتجنيد الاجباري لانه طوال الحرب يعني قبل عشر سنوات اثنى عشر سنة فيه ما يسمى حرب الالمانية الفرنسية وانه فرنسا فقدت الالزاس واللوران فتبين في التقييم الخسائر انه ليس هناك جيش مكون كما يبغيب وفرنسا تعاني ما يسمى النقص ديموغرافي فارادت ان تعود هذا النقص من الجزائر وهناك لجنة اشتغلت طوال عشر سنوات برئاسة ميسيمي اعرف الناس بشؤون الاهلية وتوصل الى انه ضرورة مثلا ضبط اول مرة لأول مرة في تاريخ فرنسا انها تصدر هذا المرسوم وهو مرسوم التجنيد الاجباري اذا التجنيد الاجباري هو في الحقيقة يجب ان ننظروا له من زاويتين او من وجهين الوجه الجزائري كما طرحناه مع الشوبان وكذلك الوجه الفرنسي كما تطرحه مثلا اللجنة وفي فرنسا ايضا فعندما لانه غولات الاستعمار والمتطرفين ونحن نعلم المعمرين هما غولات الفرنسيين في الجزائر فرفضوها ايضا هذا القانون على اساس انه يسوي بين الفرنسي والجزائري انه يسوي بمعنى انه لانه يصدر من ايضا من هيئة تشريعية فرنسية ويتوجه الى اشخاص لم يحصلوا بعد على الجنسية الفرنسية ولا على المواطنة الفرنسية وبالتالي التقدم اليهم بهذا المرسور فيه فعلا امكانية مجازفة وهو انه الذين فعلا خرطوا في هذا الحرب سيصبح هنا لابد من تعديل الوضعياتهم الاجتماعية والقانونية ويحصلنا لابد بضرائية جنسية او المواطنة الفرنسية وهذا يعتبر بالنسبة الاستعمال الفرنسي خطر خطر بينما هؤلاء الشبابين تثبتوا بهذه المسألة بهذه القانون على اساس انه الذي سيمكنهم فيما بعد من الوصول الى تعديل المركز الاجتماعي والقانون هذا من وجهة كيف يمكن ان نقف على اللحظة ما قبل الحرب وكيف سيندرج او ينخرج الجزائرون في هذه الحرب لديه مثلا وجهة ناظر التي تندد بالحرب وهناك وجهة ناظر او موقف اخر يوالي المؤسسة العسكرية وايضا ممكن ايضا نقف على ما بعد الحرب بمعنى ما هي النتائج التدعي التي وصلت اليها نقطة اخرى دين في المقاربات وهو انه لما استمعت مثلا منذ في الجزء الاولى انه يمكن كيف الجزائر ومسام الجزائيل ايضا تذهب في تدريج ضمن تصور اللي هو محاولة القبض على على لحظة غير متوفرة الوثائق والارشيف اللي هو تاريخ المنسي الجزائريون الذين شاركوا في اعتبار كتلة صماء غير مرئية بمعنى لا نشاهد منها شيء ولا نعرف عنها شيء والذين نعرف عنهم فقط ما كتبه الفرنسيون عن هذه ولهذا مثلا الذي شجعني فعلا على أن أعد بحث في هذه الدراسة هو اكتشافي لوثيقتين فيه من يوالي وفيه من يعادي الجزائر في المنطقة وبعد ثمانين سنة فيها ما يسمى التعدد في زميل يوم في الجزائر الأولى تحدث عن واحد من أحفاد الأمير عبدالقلد وعبد المالك كان ضد فرنسا ومع الدعاية الألمانية في نفس الحرب نعم في نفس الحرب فيها أيضا حفيد جزائري وهو الأمير خالد واحد من كبار مؤسسي كان مع فرنسا ودخل الحرب ضد ضد الألمان والشخص اللي هو الحاج عبدالله بدأ في المؤسسة العسكرية لكن لما شاف أن هناك ظلم وهو أن القيادة العسكرية لا تسند إلى الأهالي الجزائريين بمعنى حتى لو وصل مثلا إنسان المسلم الجزائري إلى مرتبة معينة ورتبة معينة فلا يحصل على القيادة على القيادة في معارك وهذا أدى أيضا إلى أنه يفر من الحرب ويلتحق بالدولة العثمانية فهو بدأ مع الفرنسيين ثم وجد نفسه أنه يخاصم الفرنسيين مع الدولة العثمانية إذن فالجزائريين في لحظة الحرب العالمية توزعوا على كل الأطراف ولما مثلا شفت أنه كيف أنه فكر في هذه اللحظة لحظة التعدد الجزائريين يعني يعني تعددوا على كل الأطراف على كل الجبهات الحقيقة أنه ما يمكن كمحاولة أولية لتفسير هذا الوضع هو أننا بصدد الإقبال على فكرة الدولة أو الإطار الجديد الذي يحكم الدولة هو الذي جعلنا مثلا أو جعل الجزائريين الذين خرطوا سوا مثلا في المؤسسة العسكرية يستندون إلى جهة عليا لكي يؤكدوا أنفسهم بمعنى أن هذه الجهة العليا هي إما فرنسا أو جهة أخرى ألمانيا لكي نؤكد حقيقة اجتماعية وحقيقة إثنية مثلا كيف نعترف بالجزائريين إذا كان فرنسا لا ترفض أننا نساير القوانين الفرنسية ثم بعد ذلك تتنكر لنا فممكن أن نرى جهة أخرى وهي ألمانيا إذن فالمسألة هي ما تذهب الآن ما قبل الدولة بمعنى ما قبل الوعي بالدولة لدى الجزائريين ليس هناك فكرة الدولة وبالتالي فالمسألة لابد أن نبحث عن المخرج وهو المخرج ممكن أن يكون وهذا ما حدث أيضا في الحرب العالمية الثانية الجزائريين شاركوا يئم ضد أو مع فرنسا هذا بصورة إجمالية نعم أنتهى الوقت أنتهى الوقت شكرا فقط أتمنى أنه فيه كثير من الأسئلة لحتى نغطي بعض الجوانب التي وردت في هذه الورقة وشكرا لكم والسلام عليكم إذن شكرا للمشاهد المحاضر بواقع هذه المقاربات وهذه الأفكار تحليلات هي طرح جديد استدعي النظر والتحليل لفهم آخر أو من زاوية أخرى وبلا شك هناك الأسئلة التي ستطرح لتوضح هذه التوجهات بالشكر للأستاذ المحاضر على محاضرة القيمة والعفو لأن الوقت فقط يحاصرنا والجلسة ليس لنا فيها الوقت الكثير شكرا ننتقل الآن بسرعة وبدون إضاعة للوقت إلى المحاضرة الثانية وهي خاصة بالأستاذ بكتورة جامع بيضاء وحول موضوعه وهو المشهد الصحافي المغربي في غمار الحرب العظمى ونحن كما نعرف الأستاذ الفاضل وأستاذ خريج الجانع محمد الخمس في الرباط ويبحث أساساً في التاريخ الصحافة المكتوبة وخاصة في فترة استعمارية وخاصة في موضوع علاقات المغرب للغرب وبمنطقة المغاربية وبالأقليات وبذلك مجاله في البحث واسع وهو يتناول التاريخ من خلال اللغتين العربية والفرنسية وله تجربة المؤسسات البحثية بلا شك بأن الموضوع هو سيئة الجديد فنستمع إليه شكراً سيد الرئيس أو حاول قبل كل شيء الشكر موصول إلى المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات التي أتاحت فرصة هذا اللقاء وفرصة هذا الحوار المثمر ودي بادة أشير إلى مسلمة وهي أن فرض الحماية أو نظام الحماية الذي هو من الأنظمة الاستعمارية فرضه على المغرب جاء متأخراً بالنسبة بالمقارنة مع الجزائر ومع تونس فقد جاء ذلك في 30 مارس 1912 وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك نظام يختص بالمطبوعات وبالصحافة وبالتالي فالنظام الجديد قد فتح الباب لتقنين الصحافة الصحافة كانت موجودة قبل هذا التاريخ بكثير ولكن دون أي تنظيم بل كانت في حالة من الفوضى العارمة بين المناطق المغربية وكانت تمتلكها قوى وفي غالب الأحيان قوى لها قوى دولية لها أغراض في المغرب وبموجب أو بعد فرض الحماية أو نظام الحماية على المغرب فإن فرنسا أساساً ستفتح أو ستنظم الصحافة على مقاس النظام الجديد الذي كان يسعى إلى امتلاك أدوات التحكم في البلاد والعباد والصحافة هي إحدى هذه الأدوات فصدر أول ظهير منظم للصحافة في 27 أبريل 1914 أي شهور قليلة قبل اندلاع الحرب العالمية أو الحرب العظمى هذه هي التسمية الصحيحة لأنها لم تكن تعرف بالحرب العالمية الأولى لأننا لم نكن نعرف لأن الإنسان لم يكن يعرف أن هناك حرباً تانية تأتي بعد ذلك بل إن الناس بعد 1918 قد تغنت بل أي أنها هي الأولى والأخيرة في ذات الوقت فهذا النظام المنظم 27 أبريل 1914 كان يريد تحكم في هذه الأدات لكن بإعطاء الأولوية للصحافة الموالية للاستعمار طبعاً وإذا كانت هذا القانون ومقتضياته تضع جانباً أو تحجم حرية الصحافة بالنسبة لصحافة الأهالي سواء كانت مكتوبة بالعربية والعبرية إن الأهالي في المغرب كانوا يكتبون بالعربية والعبرية أيضاً بحكم أن الأقلية اليهودية في المغرب كانت عدداً من أعظم الأقليات اليهودية في بلاد الإسلام هذه المقتضيات التي كانت ضيقة أو هامش الحرية فيها كان ضيقاً جداً سيضيق أكثر بحالة الحرب بعد اندلاع الحرب العظمى في غشت 1914 1914 ذلك أنه مباشرة بعد اندلاع الحرب طبق على المغرب ما يسمى بحالة الاستثناء أو حالة الطوارئ وهذه الكلمة في وحدها ماذا تعني؟ تعني أن كل المؤسسات تجمد وكل القوانين تجمد وتطلق يد العسكر في البلاد والعباد فمند غشت مند 2 غشت 1914 وانتبهوا جداً إلى هذا التاريخ مند 2 غشت 1914 والمغرب يوجد تحت إكراهات الحرب وتحت حالة الطوارئ وبهذه النقطة أبدأ حالة الاستثناء أو ظروف حالة الاستثناء وإكراهاتها على الصحافة أو المشهد الصحافي ثم أتناول بعد ذلك كيفية تأقلم الصحافة مع هذه الإكراهات ثم أتمم بديول الحرب العظمى وديول هذه الإكراهات على المشهد الصحافي المغربي وعلى الحريات العامة حتى بعد أن وضعت الحرب أوزارها سنة 1918 وسترون أن هذه الديول ستستمر حتى حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 حالة الاستثناء فقد بادر الجنرال يوطي والعودة إلى الجنرال يوطي الذي تحدثنا عنه كثيراً في جلسة مساء أمس بادر الجنرال يوطي ممتل فرنسا في المغرب في مستهل غشت 1914 إلى فرض حالة الأحكام العرفية في الإيالة الشريفة بمعنى آخر أن سلطة الرقيب وسلطة المقص حاضرة بقوة وسلطة العسكر لأن لا تنسوا أن في المغرب منذ البداية هناك نزاع كبير بين الفرنسيين أنفسهم بين الجناح العسكري والجناح المدني فبالتالي فالمقص حاضر بقوة وهو حاضر حتى في الصحف الفرنسية بمعنى أن حتى أي صحيفة التي كانت تروج لبعض الأفكار اليسارية التي كانت تصدر بالدار البيضاء فإن المقص قد نالها والقمع قد نالها بل وقد طلب من من منشطها طلب منهم الرحيل إلى الميتروبول أو إلى فرنسا ذلك أن الحريات فيها أيضا مقاسات غير عادلة بمعنى هناك الكيل بمكالين فما كان يسمح به في فرنسا في ظل حالة الطوارئ لا يسمح به في المغرب في ظل الطوارئ لماذا؟ لأنه في المغرب لو سمح بهامش من الحرية قد يعطي المثال قد يعطي العبرة للأهالي والأهالي بين مزدوجتين لا يستحقون بعد التمتع بهذه الحريات لأنهم من البرابرة بغبار الهمج الذين لا لم يسموا بعد إلى مرحلة من وجهة نظر الكلونيالية لم يسموا بعد إلى مرحلة التحضر التي تسمح لهم بنعمة الحرية وانعكس نظام حالة الاستثناب الضرورة على المادة الصحفية التي فقدت جاذبيتها كماً ونوعاً كما ساهمت في تقليص هامش حرية الصحافة لتجعل الأخبار وربما هذا يجيب على سؤال طرح قبل قليل ما هي الأخبار في الجلسة الأخيرة ما هي نوع الأخبار التي كانت تنشر هي قصاصات الأنباء بعد أن يؤشر عليها في الإقامة العامة قصاصات ولا غير إذن قد أصبحت هذه القصاصات قد وصلت إلى حالة من الرتابة فهي قصاصات مواردة من وكالة هافاس المعروفة وحتى تلك التي جاءت من وكالة هافاس الفرنسية لا بد من تمريرها عن قناة الإقامة العامة لتأخذ تأشيرها وبالتالي النتيجة هي نفس القصاصة التي قد تقرؤونها في جريدة ألف ألف هي نفس القصاصة التي تقرؤونها أيضا في الجريدة با وجيم ودان وغيرها إذلك هناك رتابة جدا في هذا المجال من الإكراهات أيضا أن بعض الجرائد لم يعد في وسعها بحكم الضائقة المالية حتى أن تشتري تلك القصاصات ذات الرطابة لما ذلك أن اشتراكها في وكالة هافاس لم يكن في وسعها أن تستمر في ذلك الاشتراك فهذا أيضا كان من المشهد الذي جعل المشهد الصحافي الذي جعل بعض الصحف لا تقدر على تأتية الديون المترطبة عليها بالنسبة لوكالات وكالات الأنباء ولا حتى على البريد حتى على البريد فقد صعب عليها أن تؤدي ما عليها ويضاف إلى ذلك أن أكبر المنشطين للصحافة في هذا الظرف قد جندوا وبالتالي قد تبقى فقط القليل القليل من المنشطين حتى لا تموت الجريدة فكثير منهم قد ذهبوا إما بفعل التجنيد الإجباري أو بفعل النخوة والوطنية الفرنسية التي تجعلهم يذهبون إلى ساحة الشرف وساحة الواغة ونتيجة لذلك أن المشهد الصحافي المغربي قد تقلص كثيرا وعندي هنا لائحة من الجائدة التي توقفت عن الصدور أسرود لاتلس لجغنالدغابا إلى غير ذلك ومن الصحف التي توقفت نهائيا عن الصدور وبعد الجرائد الأخرى قد فقدت فقدت لا بالتجنيد والالتحاق بالجندية بل فقدت في ساحة الواغة أكبر محريريها وهنا أسرود مثالا واحد لهودي اللافيجي مغوكن التي فقدت أكبر عمدة للصحافيين الفرنسيين في المغرب والذي هو جورج ميرسيي وقد اشتهر سيطه في الأوساط الفرنسية إلى درجة أن سقط في معركة فيردان سنت خمس دقائق سقط في معركة فيردان سنت 1916 ويحمل شارع بالدار البيضاء اسمه في مثل هذه الإكراهات يمكن أيضا أن أشير إلى الصعوبة في الحصول على قطع الغيار من مداد وورق وقطع غيار المطابع الشيء الذي جعل بعض الصحف تصدر أحيانا في صحيفتين اتنتين يعني صفحتين اتنتين عفوا صفحتين اتنتين بل أحيانا غير ممتلئة لماذا؟ لأنها لا تجد في الأخبار ما تملأ به ثم أحيانا لا تجد من الأقلام الأقلام الكفأة ما يسمح لها ما يسمح لها بالتعامل الصحفي المهني ولكن في نفس الوقت نطرح سؤال كيف تغيب الصحافة بهذا الحد والصحافة هي بمتابة أداة حرب لا لم تغيب الصحافة ذلك أن غابت الصحافة المستقلة أما الصحافة الموالية فقد استمرت في الحصول على الدعم ومثال ذلك السرد مثالا بالصحيفة العربية المسمات بالسعادة التي كانت قد موجودة في تنجم منذ 1904 ولكن استقطبها جلبها الجنرال يوتي إلى الرباط سنة 1913 وأصبحت القناة التي تمرر بلغة عربية إلى النخبة المغربية الخطابات والإديولوجية والبروباغاندا الفرنسية وكان يمررها آنذاك بقلم مغربي الصحفي اللبناني وديع كرم لأننا نحن في مرحلة جد لصيقة بفترة 1912 أي لم تمر على سقوط المغرب تحت الهيمن الاستعمارية إلا سنتين وبالتالي لم تتكون بعد نخبة مغربية تستقطب من لدني الإقامة العامة الفرنسية فبالتالي فهذا الرجل وديع كرم اللبناني كان نشيطا في تنجة ثم بعد ذلك أصبح بمثابة القلم الذي يسوق الإديولوجيا الفرنسية عن طريق جريدة سعادة وهناك جرائد أخرى أيضا باللغة العربية وباللغة الفرنسية وأرجع إلى مسألة لها ديول ما بعض الحرب وهي مسألة الحريات العامة فالحريات العامة كما قلت قد تقلصت وكان من المفروض قد تقلصت ببنية مبيتة لماذا أقول بنية مبيتة والمؤرخ ليس بقاض يحكم لهذا وذاك هو أنه بعد نهاية الحرب قد رفعت حالة الاستثناء في فرنسا ورفعت حالة الاستثناء حتى في تونس الشقيقة ولكنها لم ترفع في المغرب وعندما تمت مناقشة المقيم العام اليوطي في ذلك بما في ذلك مناقشته من طرف كيف لا ترفعون حالة الاستثناء وقد انتهت الحرب يقول نعم انتهت الحرب العظمى في نوفمبر 1918 ولكن حرب التحرير بدأت هنا بدأت واستمرت حرب محمد بن عبد الكريم الخطابي في شمال المغرب وحروب حرب الهري التي تمت الإشارة إليها هذا الصباح ولده لا يجب لا يجب لا يجب استمر الأمر على هذا المنوال وتمت جديد في 1939 تمت جديد أحكام عرفية لم ترفع لا منطق لم ترفع سنة 1918 ولم تنتهي الأحكام العرفية في المغرب إلا سنة 1956 والآن أجيب على السؤال لماذا قلت نية مبيتة أقول نية مبيتة لأن المتحكم الذي يضع استراتيجية الإعلام في المغرب كان هو مستعرب فرنسي يسمى اسمه أجين إيتيان وبالنسبة لأجين إيتيان هذا أجين مارغو أجين إيتيان أجين مارغو كانت له واحدة نظرة ألخصها في اقتباس بسيط وأختم كلامي وهي التي طبقت على المشهد الإعلامي منذ الحرب حتى نهاية نظام الحماية بالمغرب يقول أجين مارغو في محاضرة ألقاها سنة 1927 وهو قد تولى أمر مستشار الكبير للإقامة العامة قبل ذلك بكثير يقول يبدو أن إحداث الصحافة عربية حرة في المغرب أمر سابق لأواني وعندما أقول عربية لا يعني اللغة العربية فقط بل حتى بلغات أخرى ولكن من لدن الأهالي فالصحافة يقول سلاح خطير في أيدي قوم عديم التجربة فإذا كانت الصحافة صالحة وعلى أصعدة شتى عند الأمم المتحضرة فهي غير ذلك تماما بالنسبة للشعوب التي ما زالت في المرحلة الأولى من تطورها خاصة الشعوب العربية والأمازيغية المعروفة بسرعة فعالها أنتهي بهذا الاقتباس لأنه هو الذي تحكم في ديول المشهد الصحافي حتى ترسخ أبام حرب وتحكم في المشهد الإعلامي المغربي بعد نهاية الحرب وإلى حدود الاستقلال وشكرا على حسن انتباهكم شكرا لأستاذ المحاضر فقد قدمت لنا نظرة دقيقة وواضحة ومشهد صحفي فشكرا لك وبلا شك هذا العمل فيه يعتمد على مصادر وسوف يثير إن شاء الله الكثير من التساؤلات التي يمكن أن نجيب عليها مع تداري الكبير عن الوقت لأن الوقت يحاصرنا والأصدقاء أعزاء بيننا فلا يمكن إلا أن نلتزم بالوقت الآن ننتقل بسرعة إلى المحاضرة الأخيرة وهي المحاضرة التي يقدمها الأستاذ الفاضل صالح الواني وهو أستاذ دكتور من تخرج تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة تولوز الفرنسية وهو باحث مشارك في فرنسا في جامعة فرنسا اليوم الثنين وكذلك عضو نشط ومنتج وفاعل في الملتقيات وفي مجال الصحافة العلمية والبحث التاريخي وبلا شك بأن هذا الموضوع الذي أتحفنا بصورة جميلة وهو جامع باريس الذي لا زالت حوله المشاكل اليوم والذي كان يمثل نتيجة للحرب العالمية فنستمع إليه وبلا شك سوف يفيدنا بكثير من المعلومات التي تستدعي التساؤل وتطرح العديد من المناقشات إذن فليتفضل مشكورا لأن الوقت والرجاء الاتزام بالوقت لأن الحصة الثانية هذه مضغوطة كثيرة شكرا سيد الرئيس شكرا أريد أن أعبر عن سروري بوجود للمرة الثانية في هذه المدينة الجميلة وبين أهالينا في لبنان الشقيق وأقول أن الحقيقة أن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي يوفر فرصة للباحثين العرب أن يلتقوا ويطرحوا مسائل تهم بالفعل العرب وأعجبني كثيرا أن العنوان هذه السنة هو مقاربات عربية لأنه بالفعل ما نجده كثيرا في الساحة هي مقاربات عادة ليست عربية هنا العربي سيتكلم عن تاريخه وهذا كممكن إضافة هنا فيما يخص جامع باريس جامع باريس عندما تمشي طوال باريس والمصلين يعجبهم مثلما البعض يزوروه لأول مرة يعجبهم وقت يش تعمل هذا يقول كذا يتعمل اعترافا بالجميل للجنود يعني المسلمين خاصة المغار يعني من المغار من المغرب العربي الذين شاركوا في الحرب يعني هنا كذا نكتفوا بهذه المعلومة هذه معلومة ناقصة جدا وممكن عندما نقرأها من زاوية العربية سنجدوا أن هذه المعلومة هي ما هي تغطي في الحقيقة يعني حقائق أخرى كانت مرتبطة بالفكر الكولونيالي الذي ساد خلال القرنين التاسع عشر والقرن العشرين إذن عنوان مداخلة هو تأسيس المعهد الإسلامي باريس والجامع الكبير ما بين 1922 و 1926 يعني بمباشرة بعد الحرب لاحظوا العنوان هو تأسيس المعهد الإسلامي باريس ليس الجامع باريس والجامع الكبير اليوم تحدثوا على مسجد باريس كلمة المعهد الإسلامي من اللول ضغابت تقريبا وهذا يتفسر لأنه وراها فكرة كبير هذه الصورة ربما البعض اللي يشاهدها اللي مشال جامع باريس يعرفها ولكن اللي يشاهدها الأول مرة يقول هذي قرطبة هذي يعني هذي الخسر الحامرة في قرطبة ولكن وهي أجمل هذي موجودة حاليا في جامع باريس في ساحة الرياض عندما ندخلوا للمسجد باريس أتناول هذه المسألة من زاويتين من زاوية التاريخ ومن زاوية التراث لأن أنا عندي اختصاصين اختصاص المؤرخ واختصاص المختصص في التراث الثقافي المادي والغير المادي وبالتالي وهذا يهمنا فيما يخص مستقبل هذا المعلم التاريخي والثقافي المهم هو يأتي تأسيس المعهد من فكرة حقيقة قديمة تتجاوز في الزمن ألف الحرب الكبرى والحرب العالمية ما نسميه اليوم الحرب العالمية الأولى لماذا اطرحت السؤال هل هو اعتراف بالجميل فقط نعم هو اعتراف بالجميل ولكن عملت نقطة استفهام لأن ما وراء هذا الاعتراف الجميل الكثير من الأفكار قلت الكولونيالية وهذا مهم جداً عندما نعود إلى القرن التاسع عشر هذا إذا متوقف عند ألف وسبعمائة وسبعة وستين سأقول لماذا نجد أن الفكرة فكرة إنشاء مكان عبادة للمسلمين في فرنسا كانت مطروح عند بعض المفكرين والمثقفين وحتى الاستاسة وحتى الاستعماريين والأغراض تختلف ألف وسبعمائة وسبعة وستين في في تدشين المسجد في ألف وتسعمائة وستة وعشرين كان السلطان المغربي حاضر وذكر بمعاهدة سلام أبرمها اللويسة الخامس عشر مع السلطان المغربي محمد بن عبد الله ذكر محتواشني أنه كل طرف ممكن له أن ينشئ مكان للعبادة المسيحين إذا هم في المغرب عندهم مكان للعبادة يصلوا فيه والمسلمين إذا كانوا في فرنسا لهم مكان للعبادة يصلوا فيه كان موجود هذا الاتباق هذا كانت الفكرة موجودة ولكن لم تجسم أما الفكرة كانت موجودة فالحقيقة يعني التحول الحقيقي في ألف وثمانية وخمسة وتسعين ألف وثمانية وخمسة وتسعين في عهد السلطان عبد الحميد عبد الحميد اقترح بشكل مباشر على على فليكس فار أنا ذاك رئيس كله أنا استعد بشنساهم خمسة ألف فرنك فرنسي من أجل بناء مسجد للمسلمين في فرنسا للصلاة كان جاهز أنه يمول هذا المشروع لكن مرة أخرى الظروف لم تنضج بعد للمرور إلى الإنجاز وأن كانت مقبولة الفكرة عموما في فرنسا كما كنت ذكرت هناك فعلا رغبة من العديد من الجمعيات والمثقفين وطبعا الأسباب مختلفة منها الراغب في تأبيد الاستعمار الثقافي والسياسي ومنها الراغب فعلا في ربط صلاة ثقافية مع المسلمين عبر تمكين نخبهم وطلبتهم الذين يزورون باريس من فضاء للتعبد وموارسة شعيرهم الدينية في باريس بالخصوص كانت موجودة لأنه نحن ننظر المسألة بشكل سريع يعني كما ترح الصباح مسئلة الحرب هل كانت إيجابيات للحرب هل غيرت شيئا ما إلى غير ذلك حيث مسائل معقدة نسبيا ومركبة ما هي أسباب القرار الحقيقي والمرور إلى التنفيذ ما هي دوافعه وهذا جاء في صبيحة هذا اليوم في مداخلات الزملاء أنه فعلا الفرنسا عندما اندلعت الحرب وجدت نفسها في حاجة إلى محاربين فطبعا الريزيرفور بتاعها وين هو في المستعمرات فكانت في حاجة إلى يعني مشاركة المحاربين هنا قلت مشاركة وحبطيت نقطة استفهان هل هي مشاركة وهو إجبار عمل إجباري ثلاثمائة ألف محارب مغاربي منهم 170 ألف من الجزائر فقط طبعا الأرقام مع تحفظ على الأرقام وهذه طرحة سابقا أنا مش مش ندخل في جدال المهم هذه الأرقام وجدتها بالإضافة إلى 170 ألف جندي جولبوا من أفريقيا الغربية لذيك الأواف كما استفادت من حوالي 200 ألف قدموا أو استقدموا للعمل بالمعامل والضايعات الفرنسية ذكرناها أسباح في سنة 1916 هي سنة تحول في الحرب العالمية الأولى سنة تحول حقيقية الأسباب معروفة سنة تدخل في التفاصيل لكن يهم نحن في المنطقة العربية 1916 دخول شريف حسين إلى جانب بريطانيا في الحرب هذا تحول مع انتظارات كبيرة لأنه وعود كانت وعود ولم تنفذ في الواقع لا ننسوا وعد بلفور في 1917 كان عنده وقع وبالتالي فرنسا شعرت بنوع من التململ داخل الأوساط العربية الإسلامية وفي هذا الصباح أيضا لحظت معي أن هناك تنافس بين ألمانيا وفرنسا أو الدعاية الألمانية وفرنسا من أجل استرضاء كل واحد يريد أن يسترضي أكثر العرب والمسلمين حيث ثم ما ننسوش أنه 1920 بدأت اهتمام بالنفط وهذا جاء في مداخلات الأمس النفط أصبح عنصر فاعل وبالتالي المنطقة بدأت تأخذ أهميتها منذ ذلك التاريخ فكيف يمكن السيطرة على هذه المنطقة والسيطرة ليست عسكرية فقط وما فهموا الاستعمار والفكر الكولونيالي أن السيطرة ليست عسكرية فقط ليست اقتصادية فقط وإنما فكرية بالأساس ووجدانية مع نهاية الحرب كثرت المقابر أيضا هذا جاء في مداخلات زملائي هذا الصباح التي تأوي المسلمين الذين قضوا في الحرب مئة ألف منهم خمسة وعشرين ألف من الجزائر فقط وشفتوا المقابر ويكتب عليها مور بور لا فرانس معناها من أجل فرنسا دعاية هي إذن كانت تعجيل بأخذ القرار بخصوص تأسيس المعهد والمسجد القرار اتخذ وهذا هو الملفد والمهم في هذه العملية هو أنه اتخذ على أعلى مستوى سياسي على أساس أنه اعتراف بجميل لكن لكل من ساهم من المسلمين في الحرب دفاعا عن هذا الشرف الفرنسي الذي دوني سام من طرف الهمجية الحربية الألمانية لأن المتمعن وهذه النظرة العربية وهذه العنوان بتاع الملتقاء هو المقاربة عربية قلت المتمعن في جميع حيثيات القرار يلاحظ أن هذا الاعتراف لم يكن السبب الوحيد بل هو إخراج سياسي والديبلوماسي لفكرة تتجاوز التكريم إلى رغبة فرنسا التي خرجت منتصرة في حربها هذا العدوية الأزلي في استثمار بناء المعهد والمسجد في باريس وباريس أنا ذاكي عاصمة الإمبراطورية الفرنسية داخل المستعمرات وفي الشرق الأدنى كان الغاية هو بعث نوع من الإسلام الفرنسي إسلام فرنسي أو الإسلام فرنس إسلام فرنسا يعني برؤية جديدة يعني الإسلام يزاوج بين التقاليد الإسلامية ولكن الحداثة والفكر المتنور الذي يمكن أن يضيفه فرنسا عندهم تصور لهذا الإسلام من خلال مسجد باريس يمكن أن يشع ويصبح عنصر مشترك في هذه البلدان الإسلامية والعرابية وكما ذكرنا قلنا استجابة لفكرة قديمة هي موجودة بدأ التنفيذ الأشغال في 1922 وانتهت دشنات المسجد الباريس في 1926 هذه بعض الصور وأنا أصبحت قاعد المطالب الصور كأني معناها تنبأت الأمر جبت معايا مجموعة كبيرة من الصور فهذه عمال مغاربة من المغرب الأقصى كانوا عندهم يعني العامل المغربي عندوا عندوا قدرات فيها الجانب هذية في النقش على الجبس وغيرهم فأي استدعيوا لهذا الغرض بالذات وكانت ثم تحريات كبيرة في أنه ينجز عمل من أعلى تراث وبجميع المواصفات الأفضل ما يمكن أن يكون لأن القرار هو قرار سياسي كبير وتخذ على هذا الأساس هذه الصور للمسجد وهو في الصومعة وهي في صدد البناء هذه الصور إنيديت تقريبا أنا وجدت كتاب في المعهد العالم العربي حيث هذه الصور هذه ما يشم الدولة كثيرا ولم يكتب الكثير عن مسجد باريسر كتب كتاب جيد ولكن خلاهم الزينب القانوني والمشاكل التي هي مطروحة حاليا حول المسجد هذه القبة داخل قاعة الصلاة يعني مفخرة حقيقة أرشيتكتورال معمارية هنا صورة للمسجد في قريب ينتهي فرنسا تعرفون أن فرنسا هي لايكية لايكية ولا والقانون 1905 يمنع على فرنسا أنها تمول أي عمل ذو طابع عنده طابع كيلتريال ديني لكن ما العمل ثم القانون وثم الرغبة الحقيقية في بناء هذا المسجد إذن هنا سعملوا حيلة لعدم الوقوع تحت القانون وكلفوا قدور بن غبريت سي قدور معروف أنذاك يسموا فيه سي قدور وفعلا هو رجل معناه كان عنده اسم هو مدفون حاليا في مسجد باريس قدور بن غبريت اللي كان في المغرب هو من أصل جزائري كان في المغرب يعني كونسيي مع المستشار السلطان وكانت عند علاقاته جيدة جدا بفرنسا كان صديق الليوتي اللي تحدثنا عليه كثير وكلفوه من خلال جمعية أنه هو من خلال جمعية يجمع التمويلات الضرورية فرنسا ساهمت بخمسمائة ألف تقريبا فرنك فقط الجمعية هذه هي جمعية أحباس الأماكن المقدسة الإسلامية طبعا الملقص فيه بعض والورقة الأصلية فيها بعض التفاصيل العديدة في قرط مارس 1922 وعلى الساعة 15 وبحضور العديد من الشخصيات الإسلامية والفرنسية تم تنظيم احتفال مهيب بغرض تحديد اتجاه الكعبة احتفال خاص نحن سنة بن مو ما هيش حاجة بسيطة فمهندسين ومسلمين يعني مسلمين ليس معناها العبد الفقير ناوانا من اسم شايخ علم وحضروا للبحث على الاتجاه القبلة والمحراب إلى غير ذلك وكان الأمير المغرب أنا ذاك مولاي يوسف حاضر في هذا هذا المخطط مخطط يعني تكلفوا به معناها أفضل ما هو موجود من هذا المهندسين المعماريين في فرنسا وخاصة 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 عندهم باع ومعرفة حقيقية للارشتكتور ميزولان للفن المعماري الإسلامي عن طريق يعني معرفتهم للمغرب هذا التصميم كما تلاحظوا يجمع مدينة المدينة الإسلامية يختزل هذه يرى مسئلة أهميتها المسجد هدايا وفي أنه يختزل المدينة الإسلامية ما فيها المدينة الإسلامية؟ فالحمام لأن الإسلام يحض على النظافة والطهارة وكذا فيها المطعم لأنه يجب أن نكلوا الحلال مطاعم تقدم وجبة الحلال فيها المستوصف للعلاج وفيها قاعة الصلاة طبعا وفيها المكتبة وفيها يعني ما ميز يعني الثقافة والحضارة المعمارية الإسلامية خاصة في الأندلس هي الحدائق والماء وغيرها هل عناصر هذه كلها؟ والحمام أقولت الحمام كل هذه العناصر مدينة كاملة أصبحت مجمعة فيه 7500 نتر مربع نجد ذلك هذا السيق الدور وهذا اليوتي وهذه الفترة في البحث عن الوقت ويداهيموني وسيد الرئيس معناها يحاصروني نحن وينتوا؟ نحن في كارتي لاتان الحي اللاتيني الحي اللاتيني عنده رمزية في فرنسا تعرفوه يعني اللي يقول الكارتي لاتان عنده تصورات عديدة نحن في القائف يعني الارانديسمان الخامس هذي الانستيبتو ميزولمان وين موجود أيضا قريب معنا بيتم شارع الجردان دي بلانت ايو وعلى بعض الأمتار ومئات الأمتار بعدما تخرج بعد السن توجد نوتر دام دي باري كارتي لاتان الانستيبتو ميزولمان آنذاك هذه مثلا من إيجابيات من إفرازات إيجابية للحرب ومش معنى النظر للإيجابيات الحرب أبدا أبدا أما أقول هذا يكسب هو موجود حاليا وإلى يومني هذا مع الأسف المهم آنذاك تم إيجابيات من إيجابيات التوليرانس لإيجابيات الاتر دائما الأشغال بدأت الأشغال تنتهي ويقترب التدشين هذا هي مشهد آنذاك لمسجد باريس مزال في بدايته قلت هي المسجد شاركت فيه كل تقريبا الدول العربية والإسلامية من المغرب من الجزائر من تونس من لبنان من سوريا من مصر يعني كل واحد من إيران الزربية الإيرانية الليستر موجود من المغرب المحراب هداها باية تونس لكن ما هو هو الموجود حاليا مصر هذا حمام هذا الحمام شوف مليحك الحمام الحمام مهما تعال بامور رهما عشو هنا في الشرق يقولوا حمام مش معنا مش عشاكم الذكاء إنما البامور هذا شوف بالرخام وكل إذن هذا الوثيقة اللي تدل على حضور السلطان المغربي أنا ذاك في حفل تدشين في 1926 والشخصيات التي كانت حاضرة يعني مسألة رسمية جدا على أعلى مستوى وكانت الانتظارات أيضا مرتفعة جدا شوفوا المشهد العظيم الكبير اللي في احتفاء بتدشين هذا المعلم ونفهم من ذلك الأهمية القصوى التي كانت يعني ترسمها فرنسا في ذهنيتها من خلال بناء هذا المسجد السلطان المغربي الرئيس الفرنسي سيقدور وبقية الشخصيات كانت حاضرة لاحظوا معي الصورة معناها معبرة جدا احتفاء بحدث ذو أبعاد أنا ذاك حضارية وسياسية وديبلوازية مهمة جدا الوجه الآخر من أجل العيش المشترك وهذا أنا كتبت كتاب حول هذا الجانب وهو كيف أن مسجد باريس يمكن يتحاول إلى رمز للعيش المشترك مشهد باريس أو مسجد باريس خلق ما نسميه اليوم بمشهد ثقافي حضري بيزاج كولتورال أوربان وضفت عليه هنا بيزاج كولتورال أوربان حي فيفان هذا في اليونسكو معناه هذا يصنف هذا المشهد الحضري الثقافي هو ما بين الفعل الإنسان وما توفره الواقع أنا أريد أن أخذكم في جولة بسرعة سأخذكم في جولة في باريس أريد أن نذهب مع بعضنا إلى أن ندخل للجامعة باريس كنا في باريس خرجنا هبطنا بالمترو جيسيو والغير وشارع تعرفوا سخب باريس والتلوث ووووو نخذنا شارع غفر سانتيلاير ومشي يعني بما تعرفوا من عفونا فجأة هذا الذي حصل لأنا شخصيا لأنني لم أردوه لم أردوه الذي لم يردوه يمشي في مسجد باريس ومزال لم أردوه فينتقل فجأة من مشهد ثقافي معين أرشيتكتورال إلى مشهد ثاني يبدأ اللون الأبيض والأخضر القرموض الأخضر هنا يخرج الإنسان يدخل فيه 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 ريال وبعد تشيح وانا لم أردوه في الشارع هذك نرى صمعة صمعة الألوان الأخضر وجمالية هذه شبيهتها في القيروان وكذلك في المغرب يعني ثم كانت سيتين من يسيول شوى أرش للهش تكتورال هذه كانت في البداية كانت معدة كما يعني حوانيت كوا نواصل أمامنا نجد أو في الطريق نجد يعني شباب من فرنسا ومن السواح يبحثون على المطعم أين هو موجود وعادة يقدم أوكلات نواصل الطريق في اتجاه المسجد للدخول الباب الرئيسي سواح يأتي المسجد يمكن يحول إلى معلم للتقارب والعيش المشترك المشهد المعماري أثر في المشهد المعماري الفرنسي حتى البنايات التي حاطت بالمسجد كانت تحاول أن تقترب من هذا الأرشتكتور أربو أندالوز سورتو الباب لاحظوا مليح يعني يكل الآي وزيارات الأطفال والتلاميذ وهذه مهم جدا لكن لكن سأقول لكن لأنه ثم لكن تخنط الساحة لولا هذه دوم تخرج كنت في باريس كنت في التلوث والسيارات والكذا تدخل تحل تفتح باب توجد حديقة أمامك يعني انتقلت من عالم إلى آخر وأنا شخصيا انتقلت من الف الفين ومن عشر آش إلى العهد الأندلسي وهذا يحيلك تماما إلى عالم آخر أمامك هذه بيوت شعر للشعر التونسي لا 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 هو جلال دين نقاش جلال نقاش نعم هذا مغربي معناها الفن يعني الانسان الباريسي اللي يحب ينتقل ويزور مزفة باريس هذه أشياء تجلب هاي أشياء تخليه يتعرف على هذه الحضارة وعرف هذه الحضارة لكن 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 قاعة مكتبة كما هذه موجودة منذ 1926 اليوم فارغة هي فارغة نسبيا ومكتبة رائعة كانت ستشع من خلال الكتابات والزيارة الزائر الأوروبي خاصة الذي أراد أن يتطلع على هذا المعلم بثقافته وما يحيل على الإسلام وسماحته واعتداله وانفتاحه نجد أنه يعني ليجيد هذا الأدلة ليس متكونين لهذا الغرض وحذرت على مشاهد من هذا النوع يعني يعني يشوف هذا يطل المسكين من نافذة باش فقط يشوف القاعة وهي قاعة جميلة ثم رغبة حقيقية ولكن مع الأسف لا نجد الاحتضان الكافي والضروري لتمرير هذه الثقافة وهذه الحضارة من خلال مسجد باريس فقط أنهي أنهي لو نكمل الجولة وخرجنا من الساحة مشمشوا الحديقة الخلفية فماذا نجد هو لأنه كنا يعني مدينة كاملة نحن كنا في الجامع المسجد كنا في المكتبة كنا في الحديقة وسنذهب إلى أين إلى المطعم لأنه جزء من هذا لكن اليوم الباب مغلق ماذا كان ينتظرنا لو وجدنا الباب مفتوحا شوفهم لي الشرق لوريون سحر الشرق سحر يعني التزويق وفن هذه كلها تجعلنا يعني تجعل الساحة خاصة وكذلك نحن أن نجد أنفسنا في عالم آخر يوحي بالأناقة يوحي بالانفتاح يوحي بالجمالية ويوحي به وهذا الكتاب الذي كتبته وأشكركم لأن السيد الرئيس قليز في واقع أن الوقت يحصرنا شكرا محاضرة طيبة وهذه الصور منعشة وتفتح الشهية لسيما أنك سرت بنا نحو المطعم الوقت ليس لها كثيرا لأن الجلسة الثالثة حسب المنظمين لهذه النذوة يكون على الساعة الثالثة ليس الرابعة وبهذا الوقت لم يعد أبدا في صالحنا فقط بودنا الآن الذين يريدون أن يقدموا أن يتدخلوا أو يستفسروا الرجاء أن يقدموا بطاقات أو أسماءهم مكتوبة حتى نسرع لكن فقط أعود وأقول بأن مسجد باريس كنت أظنه في ترازيان لكن هذا قدور قدور بن غبريض هذا أخطر رجل بنت وزيرة عندكم لا حفيتو هي وزيرتنا الآن تأتي بالحداثة ونتكلم أكثر من ذلك لكن هذا الرجل كان في طانجة وهو المسؤول عن المغرب وهو يعتبر عين فرنسا وهو مرسل إلى جدة ومع الأمير حسين صاحب الثورة العربية الأمير حسين شريف حسين وموفد نعم ومراقب الحجاج ومقدم التقارير السرية والمراقب الشخصي للملك المغربي حتى لا يتنفس أي كلمة والعين الساهرة لليوتي وهو من تلمسانة في رحل جزائري ونعرف دوره في فرنسا وبالتالي أتمنى أن تكتب شيئا عن قدور بن غبريض هذا الرجل إذن شكرا الآن نبدأ في الإخوان الذين يطرحون أسهل ويستفسرون الأستاذ دكتور عمار السمر فيتفضل مشكور شكرا سيدي الرئيس وأشكر السادة المحاضرين طبعا تكلمت عن الحج قدور وكشفت عنه ونحن في المشرق لم نكن نعرفه ولكن عندما وجدناه الآن في الصور لم يكن ظننا به حسنا يعني أنت صدقت ما كنا نظن يعني حتى لو لم تتكلم ظننا لم يكن به حسنا أكيد يعني وأرى أن الدكتور صالح يعني قد حمل الموضوع أكثر مما يحتمل يعني أكيد موضوع جامع باريس في ذلك الوقت كان مهما والرئيس الفرنسي شارك ولكن تحميله فيما يخص التقارب والتقارب وسماحة الإسلام والمعاني والمشرق والدخول في المشهد المعماري أعتقد أنك حملته أكثر مما يحتمل يعني هو بالكاد نقطة في بحر هذا ما أعتقده السؤال الثاني هو للدكتور نور الدين تكلمتم حول المجندين الجزائريين والشباب وحول مشاركتين في الحرب العظمة وأنهم فكروا أن هذه المشاركة سوف تمنحهم نوع من المساواة أو المطالبة بالمساواة عدا الأمير خالد يعني هل تم هؤلاء الشباب هل كان لهم تجمع أو صياغة مكتوبة واضحة لهذا الذي تقوله أنهم كانوا عندهم مطالب للمساواة نعرف ولكن هؤلاء الجنود أنتنا تكلم عن الجنود أو الشباب بشكل عام هل كان لهم أفكار مكتوبة جمعيات تعبر عن هذا مقابل هذه المشاركة وشكرا شكرا رجال سوف بعد ذلك تكون الإجابة مشتركة للإخوان المحاضرين الآن السؤال الثاني للأستاذ دكتور محاسن عبدالجليل شكرا سيد الرئيس شكرا على هذه المداخلات القيمة وأوجه سؤالي الأول لدي ملاحظتين أو مداخلتين سؤالي الأول لدكتور بيضة تحدث عن الصحافة ودورها الكبير وتحدث كذلك كيف أن السياسة الفرنسية عملت على رغم أن الصحافة كانت أداة حربية عملت على تغييب الصحافة المستقلة وبقيت تتصدر المشهد الصحافة الموالية وهكذا أيضا حدث من قبل السياسة البريطانية بالتجربة السودانية صارت صناع لصحافة موالية والأقلام القليلة التي كانت موجودة على سبيل المثال أسكر تجربة الرائد التي كان يصدرها من السودان السوري عبد الرحيم قليلات وقلقت وطرد من السودان وهكذا هذا المشهد متكرر من الجانب الفرنسي أو من معظم الأنماط الاستعمارية لكن على الرغم من ذلك طالما تحدثنا عن المشهد الإعلامي يحضرني سؤال حول الدعاية الدعاية الأخرى في سودان على الرغم من ذلك كان هناك صدى للدعاية الألمانية والتركية خصوصا في سودان الغربي من ليبيا وصلت هذه الدعاية بشكل مكسف فماذا في المشهد الإعلامي عن الدعاية الألمانية والدعاية التركية هذا السؤال الأول المداخلة الثانية أو السؤال الثانية الملاحظة الثانية لدكتور صالح علواني تحدث الدكتور صالح علواني عن أهمية المسجد وهذا المشهد الحي اللاتيني والمسجد ونوتردام هذا يحيل إلى الأثر الكبير للحرب هذا العنف السياسي ولد مشاعر جديدة لدى المتقفين والعامة والسياسيين وأسهم بشكل كبير في البحث عن صيغة جديدة ثقافية واجتماعية مع هذه الوحشية السياسية ألا يمكن أن يعد ذلك ضمن هذه الحالة وشكرا جزيلا شكرا السؤال الثاني هو الدكتور عبدالواحد المكي في التفضل ليرقائي سؤالي في الوقت عن المتحدة الثلاث الكاملة وأشكرا لنوردين وجامع وصالح على ما قدموه حدث الحرب العالمية الأولى فعلا سيثير مسألة هامة في فرنسا وفي ألمانيا هي المسألة الإسلامية أو قضية المسلمين في أوروبا لأنه منذ نهاية الحرب ستصبح هناك يد عمل المستقرة هناك جنود تركوا بسماتهم وسيصبح هناك معطى جديد هو الإسلام في أوروبا التعاطي الذي يبينه الأستاذ الصالح هو التعاطي الرسم التعاطي الرسم يوجد المجتمع العميق ويوجد المجتمع العميق مثلا نرى مفتي جامعة الرسمية الإمام شلغوم هذا هو المجتمع العميق لكن المجتمع العميق الواقع هو أنه إلى جانب ما قامت به فرنسا من المجهودات على المستوى الرسمي على المستوى الواقع في التعامل بين الفرنسيين العاديين والمسلمين كان هناك نظر عنصري وكان هناك احتقار لما وقع وكان هناك رفض لإقامة جامعة باريس من قبل الرأي العام الفرنسي وهذا نفس المشهد الموجود الآن السياسة الرسمية الفرنسية تقر باحترام المقدسات وإلى آخره ولكن على مستوى الواقع الذي يؤثر اليوم في الجيل الثالث لأبناء المهاجرين ليس حسن الشلغومي ولم يكن قدور بن غبريت بل هي الجماعات التي تشعر أنها أقسيت وأن الإسلام لم يأخذ مكانته رغم الدم الذي قدمه الجنود الفرنسيون في الحرب الأولى وفي الحرب الثانية وفي كل المعارك الاستعمارية التي قامت بها فرنسا فالمسألة الهام في هذه المداخلات أن ما وقع في الحرب الكبرى ليس فقط صالحا لفهم ما وقع بالأمس بل هو صالح لفهم ما يقع اليوم وغدا وشكرا شكرا السؤال الآخر وهو الدكتور الأستاذ محمد أرنوط فليتفضل بشكور شكرا سيد الرئيس في الحقيقة تمتعته واستفدته من محاضرات أو من أوراق اليوم وأخذت الكثير من الملاحظات وبالتالي خاصة مع ورقة الدكتور نودين شعرته وكأن الورقة عن البوسنة هناك تماثل غريب بين الوضعين لأن أيضا هناك عندنا احتلال ثم ضم وبالتالي كانت هذه مسألة الأنجاجمون ثم بعد ذلك التجنيد الإجباري وردات الفعل وغير ذلك فتابعتها باهتمام بالنسبة ل الدكتور جامع أنا حقيقة في الجلسة الماضية كان عندي سؤال فأحالوني إلى ورقة الدكتور الجامع كان سؤالي في الجلسة الماضية عن موقف الصحافة المغربية من أو صدى الفتوى للجهاد ولكن عندما سمعت الورقة أدركت الجواب فورا أنه ألا أتوقع أن يكون هناك صدى أخيرا حقيقة أيضا نشكر بدوري الدكتور صالح على ورقته التي جالب بنا فيها أو من خلالها في هذه المبادرة طبعا أنا مع أيضا الدكتور بما قاله عن مسألة الإسلام أو الموقف الرسمي والموقف الآخر ولكن ما فاجأتني به كان عندنا انطباع عن هذه المنشأة المكلفة أنها تمثل إسهام فرنسا الرسمية ولكن ما فاجأتني أن فرنسا الرسمية تبرعت فقط وأنت قلت فقط بخمسمائة ألف ولكن السؤال ماذا يمثل هذا المبلغ بالنسبة للمجمل لنقل تكاليف هذه المنشأة الضخمة فهل تمثل خمسة عشرة بالمئة مثلا شكرا شكرا هل هناك من سؤال إذن قبل أن أحيل الكلمة للأساتد المحاضرين للإجابة كذلك أنا عندي ربما أسمح لنفسي بإلقاء سؤال لأن موضوع الدكتور أنور الدين مهم جدا وأساسي أتسأل حتى أستفيد ويستفيد لآخرين حول الشبان الجزائرية هذه الحركة هضمت حقها لأن منذ تأسيس النجم شمال إفريقيا في سنة 1925 أصبح وكان الوطنية الجزائرية بدأت منذ ذلك ثم أخذت مفهوم وهو المطالبة باستقلال وتوسع نحو توجه إصلاحي عن جمعة العلماء أو توجه اجتماعي عند الشيوعيين وبذلك هذه النخبة أو الطلاع الأولى أغمنت فكانت لنا فرصة في محاضرة الدكتور نور الدين ربما تسأل ما هو دورهم هل يعتبرون البداية هل هي الحلقة المفقودة في فهمنا للحرك الوطني الجزائرية أم إذن بعد هذا الآن يأتي دور المحاضرين لتقديم الأجوبة والإجابة عن استفسارات فنبدأ بالدكتور نور الدين فليتفضل مشكور شكرا سيدي الرئيس أبدأ بالإجابة على السؤال الأول حول حركة الشبان الجزائريين أولا هناك تسمية بالنسبة الجزائريين نطلق على هذه الحركة بالشبان الكلمة المترجمة هي الشبان المقصود بها الشباب أعتقد أنه في تركيا أبقوا على الاسم الفرنسي اللي هو الجين تيرك هذه الظاهري كانت موجودة فيها انفردت فقط الجزائر أنه باعتبار مثلا أنها تتحدث كصحفة أممكن أذكر بعض الصحف التي كان يصدرها هؤلاء الشبان اللي هي الراشيدي كانت تصدر باللغة الفرنسية في مدينة جيجل وهي مدينة ساحلية فيها أيضا الإسلام هكذا باللغة الفرنسية وهي جريدة وكان يصدرها أيضا شاب جزائري المقصود شاب جزائري ينتمي إلى الحركة الشبانية لما نقول حركة الشبانية المقصود بمثلا ذات المرجعية العلمانية ذات المرجعية الغربية المتعطرة بالطورة الفرنسية هذا هو المقصد والمتخرج من المدارس العمومية الفرنسية تعليم العام هذه الحقيقة الشبان فقط أنه كحزب غير موجود ولهذا قلت أنا أنه غياب الحزب قبل الحرب العالمية الأولى هو الذي جعل الوعي الجزائري يتشتت بين موالي في ألمانيا موالي الدولة العثمانية موالي لفرنسيا وهكذا لكن يبقى في النهاية المطاف أنه أصحاب وعي كذلك هناك جريدة أخرى هي الإقدام التي كان يصدرها الأمير خالد الأمير خالد شخصية أنا أعتبرها في المبحث هي واحدة من النتاج المهمة على صعيد الحركة الوطنية ولهذا نستطيع نقول بمعنى أنه لأول مرة في الجزائري يظهر شخصية على هذا المستوى التي تتقاطع أهميته بين الإدارة الفرنسية التي تطلبه وترجع إليه في مسائل تتعلق بالأهالي وكذلك الأهالي المستضعفين الذين يتعلقون به ويطالبونه بدرورة الدفاع عن المصالحهم إذن فأصبح شخصية تقاطعية بين أو وسيط بين التي قل ما تفهم ما يريده الأهالي المسلمين وكذلك الأهالي الذين يلتميسون منه ضرورة التدخل لتحقيق مطالبين إذن فالحركة ولهذا سمحت لنفسي من اجتهادات التي أردت أن استخلص من هذا البحث وهو وحقيقة هي موجودة في تاريخ الجزائري الحديث أن دائما نبدأ الحركة الوطنية الجزائرية بحركة الشبان وهذا مهم لأن فعلا نوجد أن الخطاب السياسي الجزائري تبال وراء في هذه المرحلة هي مرحلة قبل الحرب وسياق الحرب لكن بعد الحرب هناك نتائج مهولة جدا بمعنى مثلا نستثمر كثير من الدراسات في هذا ومنها مسجد باريس مسجد باريس هو تكريب الجزائري للبغاربة والأفريق الذين شاركوا في هذه الحرب هو التكريب بمعنى واحدة من نتائج مهمة لكن دائما فيه طرف الفرنسي وهو الإدارة الاستعمارية وهناك الفرنسيون لأن فرنسا حتى لا نظلم فكرة الاستعمار لم تكن كما نفهمها الآن يعني في ذلك الوقت نفهم المعنى الكولونياليزم في ذلك الوقت مثلا فيه المصطلح المتداول هو بمعنى أنه في بلاد المستعمارات في بلاد المستعمارات بمنام مثلا هؤلاء الفرنسيين الذين ذهبوا إلى موارع البحار وأستثمروا وأعادوا إصلاح الأراضي ومشت الفكرة وبالجزارين مشوا بهذه الفكرة إلى أن يعني بداية المطلع القرن العشرين بدأ أننا نجايل ونساير فرنسا لابد أن نحقق مطالب ولابد أن نتحقق لنحوريات وحقوق هذا بالنسبة للإجابة للسؤال والأستد سعيدوني حول أهمية وقيمة حركة الشبان أعتقد أنه بالنسبة في مسألة المقاربة أبدأ تاريخ الجزائر الحديث من هذه المرحلة التي هي مرحلة ما يسمى بلورة الخطاب السياسي والأستاذ أثار يوم أمس مسألة تحديد التاريخ للقرن العشرين وهو إيريك هوبس باون الذي مثلا على الإطلال على القرن العشرين وهو القرن باعتباره شيوعي يساري يبدأ بطورة شيوعية 1912 وينتهي بنهيار وتفكك كل اتحاد السوفيتي الأستاذ محمد أرناوت أيضا بالنسبة لأراد أنه يبدأ بموسم الأزمة البلقانية وتنتهي القرن العشرين بتفكك اليوغوزلافيا التي هي منطقة البلقانية وبالتالي نحن نبت أيضا أن يكون لنا مقاربة عربية وهو أن نحدد تواريخنا أنا بالنسبة لي شفت أنه 1912 قبل الحرب وخاصة هذا المرسوم الذي صدر في درود تجنيد هو مرحلة تاريخ الجزائر السياسي الحديث و يعني لأنه رح ربما توقف عندها النقطة وهو أنه ما بعد الحرب أصبحت المسألة واضحة جدا وهو هناك فرنسا دخلت في مأزق تاريخي وبالمناسبة لما نتحدث عن الجزائر لابد أن نستحدث ونستحضر الطرفين فرنسا والجزائر في لحظة واحدة لأنه ما بعد الحرب مباشرة تبين للجزائريين أنه مثال الحاج أسس الحزب العماد الذين كانوا في فرنسا أيضا ينضو تحت نقابات يسارية إذن امتلكهم نوع من الحقوق وضرورة طالما هذا كل يعتبر من إيجابية الحرب كما تفضل بالمعنى الذي ربما نفهم به لمسألة إيجابية الحرب بهذا المعنى وليس مثلا بضروتها والنتاج الممكن يعني أريد أن أقول فقط أنه ما بعد الحرب 1919 الأمير خالد نفسه يتقدم برسالة إلى الرئيس الأمريكي وينسون ويطالبه بدرورة تطبيق ما يسمى النقاط الأربعة عشر وهو خاصة النقطة المتعلقة بدرورة تحقيق المصير رغم أنه فكرة التحقيق المصير أو بمعنى الشعوب في تحقيق مصيرها لم يكن يقصد به شعوب مستعمرة وإنما كان فيه حل مشكلة البلقان بمعنى هؤلاء مسألة مسألة أوروبية لكن هو أيضا يعتبر وعي المفاهيم السياسي الحديث يهضمها بمعنى وهو دافع وصاحب فكرة السياسي حديث قال أيضا الشعوب مستعمرة أيضا معنية بالمبدأ والتمس منه في هذه الرسالة معروفة حد الرسالة أنه تتقدم بها الأمير خالد ومنذ ذلك أصبح شخصية مشاغبة بالنسبة الإدارة الفرنسية الاستعمارية وصاحبة شخصية قال تطير القلاق والشغاب وربما أثار إلى المشرق في إسكنداريتم ومع ذلك إلى كل المشرق وفي المنسبة الأمير خالد ولد في سوريا في دمشق وشكرا لكم شكرا شكرا بولي كثير أكبر الظافية مجيدة ننتقل الآن وإستاذ محمد الثاني لتنجان بإدارة وشكرا شكرا شكرا سيد الرئيس لن أخذ من الوقت شيء الكثير شكرا على المقارنة مع حالة السودان غير أنه في المغرب لم تكن تمت أصداء جلية للدعاية الألمانية والعثمانية لماذا؟ لأن وسائلها منعدمة تم الإبقاء فقط على الصحافة الموالية وقنواتها أعدمت موسضة والقليل القليل الذي كان يتسرب يأتي بطريقة باهتة جدا من المنطقة الشمالية الرازحة تحت الاحتلال الإسباني إما عن طريق مراسلات إلى بعض المقاومين مثل محمد زياني أو أحمد الهيبة في الصحراء أو عن طريق عملاء عملاء مغاربة لأن العملاء الإسبان الذين كانوا في المغرب قد تم ترحيلهم أو أحيانا إعدامهم مثل كارل فيك في الدار البيضاء سنة 1916 ولحسن الحظ الأرشيف لأن قبل ترحيلهم تمت السيطرة على تم حجز أرشيفاتهم ولحسن الحظ اليوم نتوفر في أرشيف المغرب على 170 متر خطية من هذا الأرشيف الذي كان في ملك بعض الشخصيات وقد نضمنا نضمنا ابتداء من 28 نوانبير ومعرضا لهذه الأرشيفات تحت عنوان أرشيف سوساكاستخ أو أرشيفات محجوزة ويستمر المعرض في الرباط حتى 31 مارس من القادم وأضيف إذا كان هذا الغياب للإعلام أو للدعاية الألمانية أو العثمانية فإن حتى ذلك الغياب في الصحافة فإن حتى ذلك القليل الذي يتسرب كان مزعجا والدليل على ذلك الإنزعاج من الطرف الفرنسي هو لجوء فرنسا مثلا إلى بعض الرعاية المصريين الذي هو أحمد رفعت وكان قبل الحرب ينشط جريدة موالية للإسبان في الشمال وحكمت عليه محكمة عسكرية فرنسية بالسجن قضى مدة السجن ثم بعد ذلك رح إلى مصر وأثناء الحرب طلب منه أن يندم عما قام به من قبل وشهرت جريدة السعادة التي أشرت إليها نصا حرفيا لرسالة توصلت بها من أحمد رفعت ونشرتها في عددها سبعة ثمانية يناير الف تسعمية وخمستاش جاء فيها غرضي بهذا الخطاب الذي أكتبه بالعربية ليكون برهانا قاطعا أن أقول لسعادتكم وهو يتحدث مع السفير الفرنسي في القاهرة أن أقول لسعادتكم إن كل نقطة دم فرنساوي تسكب في ميدان القتال ضد ألمانيا تؤلمني إيلاما شديدا غرضي أن أقول لسيادتكم إنني أبغض ألمانيا بغضا يفوق بغض البلجيكي والفرنساوي والإنجليزي لها وما ذلك إلا لأنكم تدافعون عن الإنسانية والمدنية إن دخول تركيا وأختي ثلاثة سطور إن دخول تركيا في هذه الحرب جعل القلوب تنفر منها نعم إنني كنت بالأمس أي عند وجودي في مراكش أجمع لها الاكتتابات والمتطوعين ولكنني الآن أصرح أن تركيا بدخولها هذه الحرب برعنة لا أنها غير كف لقيادة الإسلام ولو ظلت مصر تابعة لها بعد الحرب لتبرأت من جنسية المصرية لنفوري من تركيا انتهى الاختباس لم يكن لها قانونيا باقتضى القانون 1905 أنها تساهم ماديا ولكن حاجة مهمة أن بلدية باريس الدائرة الخامسة تبرعت بالأرض التي بنع عليها المسجد ولكن الأكبر مبلغ تبرع به سلطان المغرب وين شكرا تكلمت أنا أنا حبيب نقول لك أنه أكبر مبلغ أكبر مبلغ تبرع به سلطان المغرب شوف صديقي المسألة هذه مسألة مسألة المسجد باريس اليوم 2015 ما بين المغرب والجزائر وكي وانا محاب ندخل في المسائل هذه لأنها فعلا هي محل جدال المسجد اليوم هو ملك الجزائر منذ 1981 هو ملك الجزائر والجزائر هي التي متكلفة بالمصاريف وتسمية الهيك أنه الريكتور دو 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 باريس نالجيريا دليل بو بكر وكان دائما هذي مسألة في بو خلينا نمش للمسائل العميقة هو فعلا نقطة في بحر ولكن كم من نقطة أفاضت بحر شوف مش مسألة يعني دور لكن بالفعل أنا لمشيت من التاريخ إلى الحاضر لأن يؤلمني أن معلم يحمل يعني هو نموذج ونقو طالب يعني لو كان عندي قدرة الطلب من الحكومة الجزائرية أنه يقع ملف لتسجيل ك لأن 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 شوف صديقي أنت في باريس رأ مش المشاهد يكون تشوف ها ما تعودين بها في الشرق تنشي أي قهوة في الشارع كذا تشوف حاجات من نوع هذا لكن أن في باريس والذي جاي من هولندا والذي جاي من أمريكا ويحب عنده في الدليل أنه مسجد باريس ويدخل ويدخل بخلفيته هو يعرف القليل عن الإسلام فيدخل المعلم هذاك وسيجد أشياء تبهره فهذا في حد ذاته يخلق ذهنية أخرى رؤية أخرى ممكن مقاربة أخرى ممكن بداية البحث هذاك على ما سميته أنا دور هذا المسجد لو فعلا حقيقيا في أنه يمكن يخلق نوع من التقارب والعيش المشترك وهذا يحلني إلى صديقي عبد واحد كل أي صحيح تم رفض نعم في البداية في العشرين في أثناء نعم الصحف البعض الصحف تحدث عن رفض رفض من اليمين خاصة هذيك الاستعمار وخاصة غولات الاستعمار أما كثقافيا لدى المثقفين ولدى الساسة وكل واحد منهم عنده عنده غايته هدف فالموقف الرسمي كان إلى جانب بناء هذا المسجد طبعا فرنسا ما تنسو جحنا في 1920 1918 معهد فرساي خرجت فرنسا منتشرة واجبرت ألمانيا ظروف التي تعرفوها فرنسا الامبراطورية العظمى فرنسا المنتصرة في الحرب فرنسا التي لم كنت تتصور أن يوم ستغادر الجزائر مثلا أو البدان التي استعمرتها فرنسا تنظر إلى المستقبل أساسا من خلال الواقع الذي أفرزته الحرب من تنافس مع ألمانيا حاول تشنظ تفاصيل بالنسبة لسيقدور لا ما عنديش مشكلة صحيح سيقدور هو جزائري الأصل عاش في المغرب أنه كان يلعب في دور مشبوه هذا أمر ثاني لهمني أنه بالفعل في الفترة هذهكة كلفة رسميا من طرف فرنسا وأكيد جدا فرنسا لأن تعرف توجهاته وعلاقته بفرنسا وما سيقدمه من خدمات إلى فرنسا ولكن التاريخية ثابت أنه هو الذي كلفة رسميا وهو الذي سهر على جمع الأموال من مختلف البلدان العربية والإسلامية والمفريقية وغير ذلك هو الذي أشرف على إنجاز هذا المعلم يعني ثم حاجة مهمة جدا عندما ننظر للتاريخ هذه مسألة منهجية لا يجب أن نسقط في مسألة الإسقاط يعني مواقفنا اليوم قراءاتنا اليوم الشيء اللي هو موجود اليوم لا يجب يدخل في قراءاتنا الواقع يعني يحاول المؤرخ أن يخرج ولو بقدر يعني يحاول أن يكون قدر كبير أن يخرج من إسقاط الواقع اليوم على ما هو حقيقة أنا ذاك وأعتقد أن المسجد هذا يوجد حاجة إلى أن للعناية لأنه قادر على لعي بدور مهم جدا في تسويق صورة إيجابية للإسلام خاصة في هذا الظرف وأشكركم شكرا شكرا بودي قبل أن نرفع هذه الجلسة وننتهي وقدم الشكر الجزير للأساتذة على هذه المحاضرات القيمة والمفيدة وكذلك شكري وامتناني لهذا الجمع الكريم وللذين قدموا الأسئلة أو يستمعوا إلى هذه المحاضرات لكن بودي قبل أن نفترق أن الجلسة الثالثة ستكون على الساعة الثالثة تقديم بساعة واحدة وبالتالي الوقت نوعا ما فنلتقي هنا إن شاء الله في الجلسة على الثالثة والنصف جيد لا الآن حسب ما وصل لني الثالثة لكن السيد رئيس الملتقى إذن على الساعة الثالثة والنصف تكون الجلسة الثالثة وشكرا وإلى اللقاء إن شاء الله شكرا عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة